ممثلة مصر أمام العدل الدولي ذكرت أيضاً أن هناك دليلاً واضحاً على تمسك إسرائيل ببناء المستوطنات وممارسة السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وأضافت أن تغيير معالم الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح واضحاً ويهدف لتهجير أصحاب الأرض والعمل على تشريدهم تغيير معالم الأراضي المحتلة على المستوى الجغرافي والمستوى الديمغرافي أصبح أمر مفهوم أصبح أمر واضح في الأراضي الفلسطينية تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم وتعمل في نفس الوقت على الكدوم بالمستوطنين الإسرائيليين للعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقت ملاحظات الأمم المتحدة في 58 وفي اتفاق باريس حذرت النقل المدنيين من الأراضي التي تكون بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة سواء لأسباب إثنية أو عرقية أو لأسباب استعمارية وكما يتضح في بيان أو في المرافعة الفلسطينية فهناك دليل واضح بأن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبد وتغيير المعالم الديموغرافية في تلك الأراضي وأيضاً ممارسة السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وتحديداً في كتا غزة إذ هناك أوامر إسرائيلية بالإخلاء بالقوة لسكان الفلسطينيين في خلاف واضح للقانون الدولي لأن ما تكون فيه هو بمثابة تطهير عرقي ويجب أن نؤكد هنا بأن المادي 49 لا تمنع فقط ترحيل السكان بل أيضاً تؤكد وأكتبس هنا بأن أي إجراءات تكون بها الدولة القائمة بالاحتلال من أجل أن تنظم أو من أجل أن تشجع ترحيل جزء أو كل من السكان هائلة الأرض التي تحتلها أمر مرفوض